اشتركوا في القناة وتصنف الحروق بالاعتماد عليها البشرة والأدمة والنسيج تحت الجلد الذي يحتوي على الدهون والأوعية الدموية والأعصاب درجات الحروق حروق الدرجة الأولى تؤثر فقط على البشرة الخارجية تكون منطقة جافة وحمراء وتتحول للون الأبيض عند الضغط عليها علاجها غسل المنطقة المحترقة بماء بارد لمدة تتراوح من 10 دقائق إلى 15 دقيقة مع التأكد من إزالة جميع الإكسسوارات والأقمشة وإن كان القماش ملتصقا بالجلد فينبغي عليك سرعة الاتجاه إلى مركز طبي مع تجنب وضع الثلج مباشرة على الجلد لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجلد بشكل أكبر حروق الدرجة الثانية يشمل الحرق الطبقتين العلويتين من الجلد ألا وهي البشرة والأدمة وتكون هذه الحروق مؤلمة عند تعرضها للهواء ولونها أحمر حروق الدرجة الثالثة تمتد إلى جميع طبقات الجلد والطبقات الدهنية والأنسجة الرخوة تحت الجلد وقد تصل إلى العظام ويظهر مكان الحرق باللون البني أو الأسود أما الأنسجة الداخلية فتأخذ اللون الأبيض وتكون هذه الجروح مؤلمة للغاية أو لا يشعر بها الإنسان على الإطلاق في حال تدميرها للنهايات العصبية التي توجد على سطح الجلد حالات اللجوء إلى مركز طبي أو مستشفى في حالات حروق الدرجة الثالثة حالات الحروق التي توجد حول الأنف والفم كافة حالات الحروق الخطيرة التي تهدد حياة الإنسان حالات حروق الدرجة الثانية والتي تكون الأماكن المتأثرة في الجسم تفوق نسبة 15% في الكبار و10% في الصغار حالات الحروق التي تعرض المصاب للعدوى خطورة الحروق تتوقف خطورة الحروق على أربعة عوامل وهي العمق المساحة الموضع العمر تتوقف خطورة الحروق